اشتركوا في القناة لكن نشوف عم بتصير أمور في هذه الحياة البعض بينسب هذه الأمور لأله والبعض بينسب بعض الأمور للشيطان فاليوم فعلا عاوزين نشوف الخلفية ما وراء هذا الموضوع ومن ناحية تاني نعالج هذا الموضوع فإذا من الذي يقود حياتي لو بتحب تعطينا التعريف بسيط بالفكرة اللي عاوزي اتعالجيها من الذي يقود حياتي من الطبيعي أن أي واحد في الدنيا يا أم هيقول أما أنا اللي بقود حياتي أما ربنا اللي بيقود حياتي يعني ما فيش حد هيفكر أن في حد تاني غيري أنا أو ربنا اللي ممكن نقود حياتي حياتي أنا أنا كشخص بحدد اللي أنا نفسي فيه وأنا إيه تطلعاتي إيه مستقبلي إيه أهدافي ومن خلال هذه الأهداف أنا بقود حياتي لكن لو أنا إنسان عرفت المسيح وتقابلت معه وسلمته حياتي بقول لي يا رب قود أنت حياتي أمسك أنت الدفة وأنا همشي بحسب قيادتك أنت فيه مشكلة هنا هوت بتقابل الناس عادة أما بيصطدموا ببعض المشاكل اللي بتواجههم في حياتهم وبيقولوا هو أنا مش أنا سألت ربنا طيب إزاي أنا بأواجه هذه المشاكل